موسيقى فان رمانيلا ساعة اخبارية شاملة أهلا بكم نبدأ بأهم العنوين مصر للطيران تسير اليوم 16 رحلة لنقل 3700 حاجة إلى جدة والمدينة المنورة لأداء مناسك الحاج الهيئة العلية للانتخابات في تونس تفتح اليوم باب الترشح للانتخابات الرئاسية ولمدة اسبوع المجلس العسكري بالسودان يعلن احتجاز وفصل تسعة جنود من قوات الدعم السريع على خلفية أحداث العنفة في مدينتي أم درمان والأبيض تفاصيل الأنباء من قناة النيل أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي دعم مصر الكامل للجهود الرامية للتواصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وخلال استقباله جاريك كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي أكد الرئيس السيسي قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الرسخة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة مشيرا إلى حرص على مواصلة الارتقاء بها في كافة المجالات استقبل السيد رئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السيد جاريك كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة ومن الجانب الأمريكي السيد جيسين جريمبلات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للمفاوضات الدولية وسيد براين هوك المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي والمستشار السياسي لوزير الخارجية الأمريكي وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة مشيرا سيادته إلى الحرص على مواصلة الارتقاء بها في كافة المجالات فضلا عن الاستمرار في التنصيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط السيد جايد كوشنر نقل تحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيد الرئيس مؤكدا أهمية العلاقات المصرية الأمريكية وتطلعه لدعم جهود تنميتها وتطويرها على مختلف المحاور والمستويات كما أشاد بالدور الهام والجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لتعزيز أسس الاستقرار والسلام في المنطقة ومكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صورهما شدد رئيس الوزراء مصفى مدبولي على ضرورة البدء في تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب وبحث جميع التوصيات الصادرة من حكومة نموذج المحاكة ومناقشة تنفيذ ما ورد من خلال هذا المؤتمر كما شهد مدبولي مراسمة توقيع بروتوكول التعاون لتأثيث وتجهيز ألف وحدة سكنية بمشروع الأصمرات ثلاثة لتسكين الأسر القاتنة بالمناطق العشوائية الخطرة اجتماع لمجلس الوزراء شدد خلاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني للشباب وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة وعلى هامش الاجتماع شهد رئيس الوزراء مراسمة توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الاستثمار وجهاز تنمية المشروعات لإنشاء مناطق استثمارية جديدة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب الغرض منه أننا المشاركة في الترويج والتسويق للمناطق الاستثمارية بحيث أننا الفئات المستهدفة للمناطق دي في جزء منها يقع من ضمن مستهدفات الجهاز من حيث أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة فاحنا حريصنا من هذه الاتفاقية أننا نوحد الجهود بحيث أننا نقدم حزمة متكاملة من الخدمات بداية بتبتجي بالخدمات اللي ممكن ياخدوها من خدمات المستثمرين المتاحة من خلال مكاتب الهاية العمل والاستثمار كل مرة اللي هي العمل والاستثمار بتقوم بدور مطور للمناطق الاستثمارية إحنا اللي بنتطور بنكون بالترفيق من خلال الهاية الهندسية القوات المسلحة المناطق ستبقى متكاملة التلات مناطق بيوفر أكثر من 10.000 فرصة عمل صناعات متخصصة يعملين مكان مركز حضر المرأة في مثلا الصف المناطق سيكون فيها كلها مركز خدمات المستثمرين ستكون متكاملة خدمات متكاملة ثلاث مناطق حوالي على مساحة فيه واحدة 46 فدان واحدة 40 فدان واحدة 18 فدان كلها في لوكيش المواقع المتميزة وإن شاء الله في الاتستحات القادمة حيتم طرح كراسة الشروط وحيتم الإعلان عن هذه المناطق وفي إطار حرص الدولة على مواجهة مشكلة العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي لتأسيس وتجهيز ألف وحدة سكنية بمشروع الأصمرات سلاسة بمبلغ 30 مليون جنيه دعما للعمل الإنساني والأسر الأكثر احتياجا أطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا للقضاء على الفقرة والتجديد على ضرورة تنفيذ مشروع الحوكمة بشكل كبير وجيد والبداية من بورسعيد حتى يتم المحافظة على توسيل الخدمات للمواطنين بشكل أيصر بالإضافة إلى التجديد على تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني للشباب بشكل أسرع لتوفير حياة كريمة للمواطنين أهداف تسعى الحكومة لتحقيقها في أسرع وقت من بقر المجلس الوزراء أحمد أبو الحسن النيل تبدأ شركة مصر للطيران تسير ست عشرة رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل ثلاثة ألاف وسبعمائة حاج إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحاج وتسير الشركة سبع رحلات إلى جدة لنقل ألف وخمسمائة حاج وتسع رحلات إلى المدينة المنورة لنقل ألفين ومئتي حاج من حجاج تضامن قنة وسهاج والأقصر وتسير مصر للطيران خلال موسم الحاج لثلاثمائة وخمسين رحلة لنقل ستة وسبعين ألف حاج وستكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم الخامس من أغسطس الجاري تاقف السيارة أمام أحد الفنادق المحيطة بالمسجد الحرام ليخرج منها ضباط قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومعهم ضابطات بعثة حج القرعة قاصدين اصطحاب حاج مصري يعاني فشلاً كلوياً من غرفته كما توجهوا إلى آخرين يعانون من ذات المرض بفنادق متفرقة للذهاب بهم إلى مستشفيات مكة بهدف إجراء عمليات غسيل كلوي لهم في ظل متابعة دقيقة ومستمرة لحالات الحجاج المرضى والحرص على انتظام علاجهم فيه اهتمام كامل يعني ما فيش ايه تقصير صراحة يعني مش مجاملة لحد احنا في حج الحجة ما فيش مجاملة يعني صراحة هنا في فندق انت في المدينة أو مكة اهتمام بعد كده ما فيش ورعاية بصراحة وما سابونيش ضباط قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية المصاحبين لبعثة حج القرعة يتولو عمليات التنصيق مع المستشفيات السعودية من أجل إنهاء الإجراءات اللازمة لعلاج المرضى كما يقوم بالمرور الدائم على الفنادق لمتابعة الحالات الصحية للحجاج المصريين بالتنصيق مع البعثة الطبية المصرية فيه طأم كامل موجود في المدينة لمتابعة الحالات في المستشفيات المدينة وطأم موجود هنا زيه بالزبط بتبدأ المتابعة من ساعة لما بيوصل بناخد الورق والتحالي اللي نحجزله في المستشفيات ونحدد معيده وبعد كده بنستحبه من الفندق لغاية المكان اللي بيغسل فيه بنتابع الحاجات زيه مع كل الفنادق وبنتدي نتوجه لفندق فندق عشان الحالات زي ما شفت حدوتك النهاردة كده اللي بنوديها المستشفيات عندهم غسل كالوي وفيه ناس بمعندهم جلسات كيماوي وفيه ناس بمحتاجة بقى هي الحوادث العادية حد وقع على رجله حد محتاج يعمل سكان المرضى من الحجاج من من يتلقون العلاج بالمستشفيات السعودية كانوا مقصدا لزيارة الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية اللي اطمئنان عليهم في ظل ما توفره السلطات السعودية من رعاية فائقة لهم النهاردة احنا اصطحبنا معانا اربع حالات اللي هو عليهم الدور في الغسل الكالوي بالاضافة لي جينا زورنا المرضى اللي موجودين هنا من المنومين في المستشفى وهو حالتهم الحمد لله مطمئنة والحياة الجانب السعودي والمستشفى هنا مش مؤسرة ابدا وبتقدم كل رعاية طبية ليهم ولد بعثة الحج المصرية بيانات كاملة عن الحالة الصحية للحجاج من خلال البطاقة الصحية المقدمة منهم قبل صفارهم لاداء المناسك وبالتالي تسهل تقديم الرعاية اللازمة لهم لا تقتصر الخدمات التي تقدمها بعثة حجاج القرع لحجاجها على خدمات الاعاشة والاقامة والانتقال فقط بل تمتد الى تقديم خدمة طبية مميزة عن طريق البعثة الطبية لوزارة الداخلية والمصاحبة لها والتي تتولى متابعة الحالة الصحية للحجيج من مكة المكرمة عبدالله بركات للتلفزيون المصري يعبر قناة السويس اليوم اكبر عدد سفن في تاريخ القناة وذلك اكبر حمولة يتم تسجيلها منذ انشاء القناة وذلك بحضور الفريق مهمميش رئيس هيئة قناة السويس وقال الفريق مهمميش انما تشهده القناة حاليا من زيادة كبيرة في اعداد وحمولات وعائدات القناة تؤكد الرؤية السليمة لرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ساند ادارة هيئة القناة في جميع مشاريعها لتطوير العمل بها وينضم الينا من هناك مباشرة مراسلنا وموفدنا الى منطقة الاسماعيلية وهيئة قناة السويس مراسل النيل احمد سعد الدين احمد بعد التحية ما الجديد لديك في اجواء عبور اكبر عدد من السفن في تاريخ قناة السويس وايضا اكبر حمولة خاصة انها الذكرى الخامسة لانشاء القناة الجديدة التحية لك ايمان والتحية لكل المشاهدين بالفعل معكم الان من قلب قناة السويس وهذه التفريحة الجديدة لقناة السويس اليوم يسجل عبور اكثر من حوالي 81 سفينة في هذا اليوم وهي اكبر نسبة يعني تسجل اكبر نسبة لمرور سفن في قناة السويس هذا المشروع القومي الذي تم تنفيذه هو احطى شهرة البدء في تنفيذه سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرابع من اغسطس عام 2014 وتم تنفيذ هذا المشروع فيه خلال سنة بدل من ثلاث سنوات وتم افتتاحه في 2015 هذه هي الذكرة الرابعة لافتتاح محور قناة السويس الجديدة هذه ليتم انشاء مجرى ملاحية بطول 37 كم يتيح للسفن العملاقة كما ترون معي في الصورة يعني بالمرور في وقت واحد في محور قناة السويس ليتم توسعة ايضا المجرى الملاحية بطول 72 كم في منطقة الملاحية تفرعات البحيرات المرة ليكون هذا المكان وهذه القناة تستوعب جيلا جديدا من السفن العملاقة التي يصل غاطسها الى 66 قدم بدل من 45 قدم مما يجعل قناة السويس اكثر قدرة على التنافسية واكثر قدرة على الاحتفاظ بصدارتها في العالم قناة السويس الجديدة هي شريان العالم التي تربط بين قارة اسيا وافريقيا ومتنفس للتجارة العالمية ليتم من خلالها توصيل الغزاء والوقود ومختلف البضائع الى جميع انحاء العالم بطريقة ايسر واسرع واكثر امانا قناة السويس الجديدة هذه القناة لم يقتصر على هذا الانجاز ولكن هناك رؤية حتمية للتوسع في مشروع تنمية محور قناة السويس هذا المشروع اليوجيستي يجعل من المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس ثمرة ونواها لمشروعات عملاقة ويجعل المنطقة الاقتصادية ضمن الصدارة العالمية لهذه المنطقة يبدو اننا فقدنا اشارة الاتصال على اي حال بنشكر الزميل احمد سعد الدين شكرا جزيلا على هذه المتابعات في هذا اليوم الذي يشهد مرور خمس سنوات على انشاء القناة الجديدة لقناة السويس ويتصادف معه ويتزامن عبور اكبر عدد من السفن والحمولات للقناة نواصل تقديم انباء البانوراما حيث اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر اجراؤها منتصف سبتمبر المقبل يتولى رئيس مجلس النواب محمد الناصر منصب الرئيس بصورة مؤقتة خلفا للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حيث اعلنت هيئة الانتخابات تقديم موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية بدعوة من الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر تبدأ اجراءات انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للباجي قائد السبسي الذي توفي في الخامس والعشرين من الشهر الماضي واثر وفاة السبسي قررت هيئة الانتخابات تقديم موعد الانتخابات الرئاسية الى منتصف سبتمبر وخصصت الفترة من الثاني والى التاسع من اغسطس الجاري موعدا لتقديم الترشيحات على ان تنطلق الحملات الانتخابية في الثاني من سبتمبر وحتى الثالث عشر من الشهر ذاته ويعد رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد ابرز المتنافسين على منصب الرئاسة لكنه قال ان موقفه النهائية من الترشح سيعلنه في الايام المقبلة وذلك رغم اعلان حزب تحية تونس عن ترشيحه للشاهد لانتخابات الرئاسة ما هوش بالسهلة تكوين حزبه وخوض انتخاباته عملية معقدة ولكن ما زال الحزب ومناش نبنيهم في حزب احنا على فترة قصيرة نحبه وفما اخطاه وفما اخطاه وتم ارتكاب اخطاه ما نقولش لنا ولكن اعتقد معناه اذا اليوم ما كانش موجود في المشهد تحية تونس رانا في مشهد مفزع اكثر من مشهد تأتي الانتخابات التشريعية والرئاسية المبكرة اثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي حيث ادى رئيس البرلمان محمد الناصر اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للبلاد في مدة اقصاها تسعين يوما لتنظيم الانتخابات واعلنت هيئة الانتخابات ان القواعد التي وضعتها ستسهم في استكمال مصاري العملية الانتخابية خلال ثمانية وثمانين يوما من انطلاق المدة الرئاسية المؤقتة وستضمن للمترشحين الوقت الكافي لاستكمال ملفاتهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القلي بسودان شمس الدين الكباشي انه جرى فصل واحتجاز تسعة جنود من قوات الدعم السريع فيما يخص احداث العنف الاخيرة في مدينتي الابايد وامو درمان اضاف الكباشي الى ان ولاية شمال كوردوفان واعضاء لجنتها الامنية سيتحملون مسئولية حوادث القتل التي وقعت بالابايد عاصمة الولاية يوم الاثنين الماضي وقفت اللجنة على تفاصيل الاحداث وتوصلت الى الات ان هناك عناصر تتبع لاجهزة العسكرية المختلفة متورطون في الحادث فيوم امس الاول تم اعتقال سبع افراد من الدعم السريع وتم رفضهم على الفور من الخدمة العسكرية وتم تسليمهم للسلطات القضائية نتلموا محاكمتهم مستل اجراعات القضائية المدنية المعروف بالامس ايضا تم اعتقال اثنين ايضا من العسكرية الذين اتبعونا للدعم السريع وايضا اتخذت في مواجهتهم نفس الاجراعات بالرفض والتسليم للسلطات المدنية واضاف الكباشي ان المجلس اصدر قرارا بمحاسبة لجنة امن ولاية شمال كوردفان بما فيها والي الولاية وذلك للتقصير في الاحداث التي شاهدتها مدينة الابيض مؤخرا اشار الى ان القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى اتخذت العديد من التدابير لمنع تكرار ما جرى في مدينتي مدرمان والابيض نتأسف كثيرا على الذي جرى ونؤكد لكم اننا في المجلس الاسكري الانتقالي والاجهزة قوات النظامية الاخرى بما فيها القوات المسلحة اتخذنا العديد من التدابير لمنع تكرار ما حدث اعلن الوسيط الافريقي لسودان محمد حسن لبات ان المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالية وقوى الحرية والتغيير سوف تتواصل مساء اليوم في الخرطومة اضف ان الطرفين قطعا شوطا كبيرا في التفاوض بشأن الوثيقة الدستورية من جانبهم قال قياديون في الحرية وتغيير ان الحرقة والمجلس العسكري توصل الى توافق تام بشأن غالبية بنود الوثيقة مشيرين الى يوم غد السبت قد يشهد استكمال الاتفاق مع المجلس الانتقالية بشأن هذه الوثيقة والمزيد من التفاصيل والمتابعة تنضم الينا هاتفيا الأساذة أسماء الحسيني نائب رئيس تحرير الأهرام والمتخصصة في الشأن الافريقي أساذة أسماء بعض المؤشرات الإيجابية بشأن توافق على الوثيقة السورية في أسودان هل تتوقعين الانتهاء منها غدا كما تشير ربما بعض المؤشرات وبداية تنفيذ المرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها أم ربما تكون هناك ثمت مشكلات أو عرقيل أو تحديات واجههم في هذه الفترة والمرحلة الحالية نعم هي بالفعل مرحلة وفترة حارجة للغاية في تاريخ السودان مؤشرات إيجابية عديدة تدل على أن التوقيع على وصيقة الإعلان الدستوري ستكون خلال ساعات مساء اليوم أو غدا كل الأطراف الآن باتت تدرك أن التأخير يؤدي إلى تردي الأوضاع في السودان وأن هناك من يريدون عرقلة هذا الاتفاق بأي سمن وأن هناك أحداث عديدة وقعت في الفترة الماضية كانت تهدف بالأساس إلى عرقلة الاتفاق وبالتالي فإن مصلحة السودان الآن كما يرى كل العقلاء من الجانبين المتفاوضين تكون في المضي قدما إلى الأمام وتوقيع هذا الاتفاق الذي سينقل السودان من المرحلة المضطربة الحالية إلى مرحلة ربما أكثر استقرارا يتم فيها تشكيل الحكومة والمجلس السيادي ومن ثم المجلس التشريعي ومحاولة معالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في البلاد التي تدخل الآن إلى طريق مزدود وبدون توقيع الاتفاق الأمور ستكون أسوأ الآن الاتفاق يبدو أنه على الأبواب أشكرك جزيل شكر أستاذة أسماء الحسين نائب رئيس سحرير الأهرام المتخصصة في الشأن الأفاقية قتل اليوم 19 جنديا يمنيا في هجوم شنه مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة الإرهابية على معسكر للقوات اليمنية في محافظة أبيان الواقعة جنوب شرقية العاصمة صنعاء تمكن الجيش اليمني من إحباط محاولة لتنظيم القاعدة للسيطرة على معسكر المحفل الحكومي بمحافظة أبيان ويأتي ذلك غدا تهجمات ضد القوات الأمنية اليمنية أصفرت عن مقتل 49 شخصا في عدن أكد المرسد السوري دخول إتفاق وقف إطلاق النار حيث التنفيذ في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب ومحيطها عقب وقف الغارات الجوية وتوقف الاشتباكات والقصف البري على جميع المحاور خلال الساعات الماضية كانت دمشق أعلنت موافقتها على هدنة في شمال غرب سوريا شرط تطبيق الاتفاق الروسي التركي القاضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح بين مناطق سيطرة القوات الحكومية والمعارضة المسلحة تزامنا مع العقاد جولة جديدة من المحادثات في العاصمة الكازاخستانية أستانا أعلنت دمشق موافقتها على هدنة في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا آخر معقل للمعارضة المسلحة مصادر عسكرية المطالعة ذكرت أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز تنفيذ بدءا من الخميس شريطة التزام مسلح المعارضة بتطبيق بنوذ اتفاق خفض التصعيد الذي أبرم العام الماضي بوساطة تركية وروسية روسيا بدورها وعلى لسان مفادها الخاص إلى سوريا أليكزاندر لافرنتياذ رحبات بإعلان دمشق موافقتها على وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة ويتزامن إعلان دمشق الموافقة على الهدنة مع نعقاد الجولة الثلاثة عشر للمحادثة السورية في عاصمة كازاخستان التي ترعاها روسيا أي تطورات في المحادثة الجارية من عدمه ويأتي هذا التصعيد في منطقة إدلب رغم أن المنطقة مشمولة باتفاق روسي تركي تم توصل إليه في سوتي في سبتمبر 2018 ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق خمسة عشر إلى عشرين كيلو متر تفصل بين مناطق سيطرة القوات السورية والفصائل المسلحة كما يقضي بسحب الفصائل المعارضة لأسلحتها التقيلة والمتوسطة وانسحاب المجموعات المسلحة من المنطقة المعنية وبحسب الأمم المتحدة أدى تصعيد في منطقة إدلب إلى نزوح أكثر من أربعمائة ألف شخص من مناطقهم إلى داخل وخارج البلاد فضلا عن حدوث دمار شبه شامل في البنية التحدية للمنطقة نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعض الفاصل روسيا تقول إن معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة انتهت بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية أهلا بحضراتكم شاهدين الكرام أولى حلقات برنامجنا جيل المستقبل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موعدنا الآن مع الأنباء الاقتصادية في هذه البنوراما مع زميل محمد سليمان إليك محمد أشكرك أمل وشكرا لك أيمن أهلا بحضرتكم أخبار الاقتصادية في بانوراما منتصف اليوم ونتابع فيها المركز المصري يعلن تدريب أكثر من 100 مصرفين أفريقي في إطار تعزيز كافة أوجه التعاون مع القارة الصمراء أهلا بحضرتكم قال محافظة البنك المركزي طارق عامل إن أكثر من 100 مصرفين إفريقي ممثلين العشرين دولة تلقوا تدريبات بالمعهد المصرفي مؤكدا عزم المعهد مواصلة مبادرة تدريب الكوادر الفنية للبنوك المركزية والتجارية الإفريقية دات المبادرة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفر التاحي السيسي بتعزيز كافة أوجه التعاون مع الدول الإفريقية خاصة في المجال الاقتصادي وذلك بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وأضاف عامر أن البنك المركزي قام باستضافة ورشتي عمل في أبريل الماضي حول دمج أنظمة الدافع عبر القارة حيث تضمنت توصياتهم بتشكيل فريق عمل يضم أعضاء البنوك المركزية وشركاء آخرين لدراسة آليات الدمج المستهدفة قالت الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتاصطة نبين جامع أن خطط الجهاز في توزيع موارده خلال الفترة المقبلة ستعتمد على خريطة الفقر الحديثة التي أعدها جهاز الإحصاء ضمن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك العام لعامي 2017-2018 وأوضح الجامع أنه في السابق كان الجهاز يعتمد في خطته على خريطة للفقر تعدها إحدى الجهات الدولية ولكن حالياً وبعد إعداد خريطة الفقر بتلك التقنيات العالية والجودة في البيانات أصبح من المؤكد الاعتماد عليها في توزيع الكروض بالتنهية الصغر أو المنح الواردة للجهاز فضلاً عن رفع دخل الأسر الأكثر فقراً بالمحافظات طلب الرئيس اللبناني ميشيل عون شعبه بتقديم تضحيات لإنقاذ البلاد من أزمته الاقتصادية حيث يعاني لبنان من أحد أثقل معدلات الدين العام في العالم ومن انخفاض معدل نمو الاقتصادي على مدى أعوام واعتمدت الحكومة اللبنانية موازنة لعام 2019 تهدف لخفض العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي وشملت الميزانية الإجراءات مثل تجميد التعيين الحكومي لمدة ثلاثة عوام بالإضافة إلى زيادة الضرائب على فائدة الودائع المصرفية والسندات الحكومية وضريبة جديدة على الواردات وخطة لخفض تكاليف خدمة الدين أظهر مسح الاقتصادي أن نشاط قطاع الصناعات التحولية في تركيا انكمش في يوليو للشهر السادس على التوالي وهبط مؤشر مدير المشتريات لقطاع التصنيع إلى 46.7 نقطة في يوليو من 47.9 نقطة في يونيو وصلت تراجع عن مستوى الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش وأظهر المسح الاقتصادي أن إجمالية طلبيات الجديدة وصلت تراجع وسط أوضاع صعبة في السوق لكن صورة إيجابية نسبيا للصادرات شجعت بعض المصنعين على زيادة الانتاج أظهر مسح الاقتصادي أن نشاط قطاع الصناعات التحولية في منطقة اليورو انكمش الشهر الماضي بأسرع وثيرة منذ أواخر 2012 متضررا من هبط الطلب وبلغت القراءة النهائية لمؤشر مدير المشتريات بالقطاع الذي تصدره IHS ماركت 46.5 نقطة وهذا الشهر هو السادس على التوالي الذي يظل فيه المؤشر دون مستوى الخمسين نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش وهبطت الطلبيات الجديدة للتاسع شهر على التوالي وخفضت المصانع عدد العاملين لثلاثة أشهر متتالية هذا وألقت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين بظلالها على الأسواق العالمية اليوم حيث خسرت مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم ما يصر إلى 2% وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 1.6% مع هبوط مؤشر قطاع المواد الأساسية بنسبة 4.3% يليه مؤشر قطاعي سيارات والتكنولوجيا الذين خسر أكثر من 2.5% لكل منهما وانخفض المؤشر داكس الألماني الذي يعتبر في الغالب من بين الأسواق الأكثر تأثرا بالتجارة بنسبة 2% ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة مماثلة التراجع طال كذلك أسواق المعادن النفيسة حيث تراجعت أسعار الذهب نحو 1% مع إقبال المتثمرين على جني الأرباح وحبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 8.8% ليصل إلى 1.433.63 من 100 دولار للأوقية ومن بين المعادن النفيسة الأخرى قفز البلاديوم بنسبة 1.2% مسجلا نحو 1.441.36 من 100 دولار للأوقية كما ارتفع البلاتين بنسبة 5.8% ليصل إلى 853.1 من 100 دولار للأوقية بينما انخفضت الفضة بنسبة 8.8% لتصل إلى 16.19 من 100 دولار للأوقية في المقابل ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% اليوم للتعافي وذلك بعد تكبضها أكبر خسائرها في سنوات مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزيدا من الرسوم الجمهورية على الواردات الصينية وارتفعت عقود برينت بنحو 1.21 من 100 دولار ليصل إلى 61.71 من 100 دولار للبرميل كما زادت عقود الخام الأمريكي 67 سنت مسجلة نحو 54.82 من 100 دولار للبرميل كانت العقود الأجلة للخام القياس العالمي مزيد برينت قد هبطت بأكثر من 7% أمس الخميس كما نزل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الأجلة بنحو 8% مسجلا أسوأ أداء يومي في أكثر من 4 سنوات يأتي هذا في حين أدى التهديد الأمريكي بفرض رسوم جديدة على الواردات الصينية إلى صعود الين الياباني الذي يعتبر من الملاذات الآمنة ليصل إلى أعلى مستوياته في 5 أسابيع أمام الدولار وارتفع الين بنسبة 4 من 10% ليصل إلى 196.95 من 100 دولار وفي أحدث المعاملات زاد الين بنسبة 6 من 10% أمام العملة البريطانية ليصل إلى 129.61 من 100 ين السترليني في حين استقرت العملة البريطانية دون تغير يذكر عند 21.21 من 100 دولار وعند 91.48 من 100 بينس لليورو كما لم يطرق تغير يذكر على اليورو ليستقر عند 1.11 من 100 للدولار انتهت أخبارنا الاقتصادية واختام البانوراما مع زاميلي أيمن السيد وأمن نعمان تفضل شكرا لكم أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انسحبها رسميا من معاهدة الأسلحة النموية المتوسطة المدى مع روسيا من جانبها أعلنت موسكو اليوم انتهاء المعاهدة التي تعود إلى فترة الحرب الباردة رسميا بعد انسحاب واشنطن منها المعاهدة التي تم إبرامها عام 1987 بين الرئيس الأمريكي رونالد ريجين ونظيره السوفيتي ميخايل جوباشوف أكبرت الدولتين للمرة الأولى على خفض ترسنتيهما النووية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر للمزيد من المتابعة والرأي والتحليل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو السيد يوري زينينا الكاتب والمحلل السياسي سيد يوري بعد التحية يعني ما الذي يعنيه انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المعاهدة معاهدة الأسلحة النموية متوسطة المدى مع روسيا وخاصة أنه ليس الانسحاب الأول للولايات المتحدة الأمريكية من معاهدة وما الذي يعنيه أيضا الرد الروسي بأن هذه المعادة انتهت لأنها تعود إلى فترة الحرب الباردة سيد يوري نقول تفاضل نقول بأن الآن الألقات الروسية الأمريكية على مستوى أكثر منخفض منذ وقود وهذه الفترة الأخيرة نعتبرها يعني أزادت تين بلتن في هذه المعاهدة وأعتقد أن روسيا قبل ذلك قالت أن لا 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 تقتل هذه يعني الدلة والأجباب لتحاب هذه المعاهدة وليس الحق الأمريكا أن تخرج منها بحاجة أن أهمل تحابات موضحة لروسيا غير غير صحيحة بأن روسيا لم تخترى ولم تصنع نعو من الصروح التي تختار هذه المعاهدة أكثر من ذلك روسيا عادت لأمريكا كانت كشف هذه الصروح روسيا جديد ولكن أمريكان رفض تصنع هناك مشكلة أن أمريكا تشكف الكوائد أسف كريد في قريبا من روسيا رومانيا وغلانيا ومن هذه خائدة يمكن لأمريكان تستخدم هذا الواريخ بال روسيا ضررية ضد روسيا هذا أيضا هذا ستكون خارق واحتراق سيئلا من أمريكا ولهذا أعتقد أن روسيا قالت قبل ذلك أن روسيا علقت واحتراقها في هذه المعاهدة ولكن إذا أمريكا سترجع مفعول الصريع مفعول الصفيف مواخدة فروسيا ستتعود لي عيد مفهوم شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذا الرأي السيد يوري زينين المحلل السياسي الروسي كنت معنا عبر الهتف من موسكو شكرا جزيلا لحضرتك كشفت تقارير عسكرية أمريكية عن تسليح المقاتلات F-15 تشارك في طليعة جوية فوق مضيق هارموز بذخائر عنقودية نوعية تعمل بالأشعة تحت الحمراء والليزر لتحديد الأهداف وتدميرها بضقة وعشرت التقارير إلى هذه الطائرات أنها تقوم حاليا بدوريات لضمان تجارة البحرية الحرة والمفتوحة في المنطقة وعضفت أن مثل هذه الأسلحة قد تكون مفيدة لضرب قوارب صغيرة تشبه تلك التي يستخدمها الحرس الثوري الإيراني قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستستمر في تطبيق العقوبات على إيران وتأتي تصريحات بومبيو بعد إعلان واشنطن عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وقالت الخزانة الأمريكية أن العقوبات تشمل تجميد أي وصول لضريف بالولايات المتحدة أو تلك التي تسيطر عليها كيانات الأمريكية من جانبها قالت طهران أن فرض عقوبات على ظريف يظهر عجز الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت الأمم المتحدة والحكومة العراقية أنهما ستساعدان في ترميم قلعة كاركوك العراقية التي يعود تاريخها إلى عام 3500 قبل الميلاد تعد هذه القلعة أقدم جزء من مدينة كاركوك حيث كانت ذات يوم تعتبر مدينة داخل مدينة بالإضافة إلى كونها قلب الهوية الثقافية لكاركوك تؤدي هذه البوابة القديمة إلى أطلال تعد أقدم جزء من مدينة كاركوك العراقية حيث كانت هذه القلعة ذات يوم مدينة داخل مدينة وكانت قلب الهوية الثقافية لكاركوك البيوت العثمانية القديمة كانت بداخلها بينما أصبحت الآن مليئة بالرسوم الجدارية وموطنا لمدارس وحمامات عامة تاريخ قلعة كاركوك هو تاريخ هذه المدينة التي شهدت جميع الأحداث والمراحل يمكننا القول إنها كانت مكانا مهما دائما لأن القلعة كانت مركزا سكنيا وإداريا وعسكريا في كل الأوقات القلعة تحتوي على العديد من المقابر وأيضا ما يعتقد أنه مقام وقبر النبي دانيال حيث بنيت على تل اصطناعي بارتفاع 130 قدم ويعتقد البعض أنها بنيت على يد الملك السومري أشور ناصر بالي الثاني بين 884 و858 قبل الميلاد والذي بناها كخط دفاع عسكري في كاركوك لكن هناك مؤرخين يرشحون أن تاريخ القلعة يعود إلى سلالة جوتي في سومر التي تولت الحكم في البلاد ما بين النهرين في الفترة ما بين 2135 إلى 2055 قبل الميلاد وفقا لكل الأدلة والطبقات التاريخية التي تم العثور عليها في القلعة يمكننا تحدد أقدم تاريخ للقلعة حتى عام 3500 قبل الميلاد والآن وبعد مرور كل هذه السنوات تعاني القلعة الآن خطر الانهيار وتعهدت الأمم المتحدة والحكومة العراقية أنهما ستساعدان في ترميم الموقع الذي يعود تاريخه إلى عام 3500 قبل الميلاد نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها بعد الفاصل مدينة نيويورك الأمريكية تصدف عرض أزياء للقطة تحت شعار إنه عالم صغير استضافة أحد الفنادق القبرى بمدينة نيويورك الأمريكية عرض أزياء للقطة السنوية تحت شعار إنه عالم صغير شارك في العرض الذي يهدف إلى رفع الوعي بالرفق بالحيوانات وتربيتهم قطة من العديد من الدول مثل إيرلندا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وطغط على مراسم العرض روح الفكاهة والإبداع في تصاميم الملابس المتميزة التي تزينت بها هذه القطة وختم هذا تذكير بأهم عنوين الأخبار مصر للطيران تسير اليوم 16 رحلة للنقل 3700 حاج إلى جدة والمدينة المنورة لأداء مناسك الحنطة الهيئة العليا للانتخابات في تونس تفتح اليوم باب الترشح للانتخابات الرئاسية ولمدة أسبوع المجلس العسكري بسودان يعلن احتجاز وفصل تسعة جنود من قوات الدعم السريع على خلفية أحداث العنف في مدينة يوم درمان والأبايد ختام بانورام النيل جاءتكم من النيل في القاهرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة